مرحبا معكم شاهد ورحبا بكم في قناتي من جديد فيديو اليوم هو المشروع الغامض لشهر مارس زي ما عودناكم في حرفه كل بداية شهر حيكون عندنا صندوق غامض جديد إذا حابين تعرفوا معلومات أكتر عنه شوفوا الرابط الموجود أسفل الفيديو في خامة الوصف قبل ما أبدأ في المشروع أحب أقول لكم أنه في كوبون خاص من حرفه لمتابعين هذا الفيديو مدة أسبوع من وقت نشر الفيديو رح يظهر في أي دقيقة فأخليكم مركزين وبالنسبة لتحدي لولو بونشو هذه هي الصور اللي فازت معانا في التحدي مبروك لهم وحظ أوفر للجميع للفائزات لا تنسوا تتواصلوا معانا على الخاص في حساب حرفه نرجع لمشروعنا مشروع مارس هو بطانية بفن التريكو رح نستخدم في هذا البطانية تقنية الحياكة من الزاوية للزاوية تقنية مرة سهلة وتنفع للمفتدئات اللي لسه بيتعلموا لأنه ما تتعب لا في العد ولا في في الضبطرون معين هو سطر واحد حنكرره على طول البطانية وبعدين حنعمل سطر تاني وحنكرره على طول البطانية البطانية فهي سطرين مرة سهلة في الحفظ تتكرر في كل البطانية سواء وجه أمامي أو خلفي أبدا ما في اختلاف طبعا معلومات الخيوط والأدوات المستخدمة تحصلوها في المدونة الرابط موجود أسفل الفيديو في هذا الفيديو طبعا رح أشرح التقنيات بس عشان كده الفيديو ما يغنيك أبدا عن الرجوع للمدونة وقرأة البطانية بالكامل قبل ما نبدأ في الدرس لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات وهذا أبسط دعم ممكن تقدموني هو عشان أقدر أستمر في تقديم المحتوى للقناة وينا نبدأ رح أستخدم هدول الإبر والسلق القصير عشان الشرح بس تمام؟ الخيط هاته هستخدم كمان للشرح مو نفس الخيط المستخدم في البطانية حتى نبدأ نسوي العقدة المنزلقة وعشان نبدأ لازم نعمل حاجة اسمها عقدة منزلقة العقدة المنزلقة بتكون بهذا الطريقة بتمسك الخيط زي كده وبيتلفت طبعا حت سيبي زيادة شوية تكون مثلا حوالي العشرة أو شو زي كده وبعدين هتعمل العقدة المنزلقة حقتك خلاص هتعمل علامة اكس وبعدين هتسحبي الخيط هاده بدي الطريقة وصرت عندك عقدة منزلقة طبعا عندك نهايتين في نهاية نهاية الخيط أصلا وفي الطرف التاني اللي موصل بالبكرة فانت هتمسكي العقدة بالشكل هاده بتكون النهاية على ناحيتك بعدين بتحطي الإبرة تعقدي العقدة عليها تمام؟ وحنمسك والخيط بدي الطريقة حنبدأ نعمل لونغ تيل كاست اون اللي هو كاست اون بتقنية الديل الطويل تمام؟ فهنشتغل ورد عندنا واحدة فنشتغل كمان ثلاثة زيادة سويت الاولى وعفوا سويت التاني حمل بتحيل التالتة والرابعة زي كده شايفين؟ خلاص الديل هاده نحن نما رح احتاجه هابدأ اشتغل على الاربع ورز هادي بس نحن هنشتغل الصفة الاول اللي هو حيكون عدلة في كل الغرز اشتغل الصفة زي ما انتو شايفين ده حين هنلف القطعة هنشتغل التكرار حقنا اللي هو كالتالي اثنين عدلة تزايد اثنين عدلة خلاص اثنين عدلة واحد اثنين الان تزايد التزايد طبعا بيكون بهاد الطريق اللي هو اليرن اوفر او لفع على الابرة وبعد كده اثنين عدلة طبعا 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 هادا الصفة اللي دقنا سوينا حنكرروا الباقي البطانية طبعا حنرجع نعمل اثنين عدلة تزايد اثنين او عدلة الباقي الصفة تزايد او عدلة اثنين عدلة اثنين عدلة تزايد و عدلة باقي الصفة كما ترون تزايد قرب القرز تزايد اثنين عدلة على صفة تزايد وعدلها لنهاية الصف نترحين مدى تتشكل معنا الزاوية الأولى والفراغات او الباترن هاده اللي هو زيت أنتيل في الطرف حيبدأ يتكون نكمل معاكم وعدلها لفع الابرة وعدلها لنهاية الصف نحن خلصت عدد كافة من الصفوف أريد أن أرىكم القطعة كيف حدثت كما ترون القطعة تكبر تكون لديها زاوية ثم تكون تكبر 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 لتصل إلى مقاس معين ثم نبدأ نصغيرها حسنا ملاحظة صغيرة بخصوص تغيير اللون كيف لما نغير اللون أو متى نغير اللون كيف لي غير اللون دحين طبعا أنا هنا بدأت باللون البيج خلاص لكل لون في عدد معين من الصفوف نشتغله مثلا عندكم هنا في اللون البيج اشتغلت عشرة صفوف مو عشرة صفوف بمعنى فعليا اشتغلت عشرة صفوف لا انا اقصد عشرة من هادي الخطوط او الرجز اللي هنا يعني مثلا هتبسك القطعة بالشكل ده هتحسبي واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة شايفين واضح الخطوط القطعة طبعا زي ما تشايفين عبارة عن خطوط كلها فهادي الخطوط تمام هو كل واحد منهم يعني متكون من صفين مو من صف واحد كل صفين تسوي لك خط واحد تمام فنصر عندك انتك اول ما تكملي عشرة هتوقفي من اللون الاول اللي هو البيج خلاص بعد كده هتروح اللون اللي بعده اللي هو هيكون اللون المحايد اه اه انا هنا عندي سكري فاذن هشتغل منه خمسة صفوف بس زي ما تشايفين واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة اجي اللون اللي بعده اللي هو البنك ونفس الشي هشتغل عشرة صفوف بعد كده الابيض خمسة البيج عشرة وبهادي الطريقة طبعا هتفضلي اه تمشي على البترون هادا وتكبر القطعالات ما توصل للمقاس الموضح في البترون بعدين هنبدأ نصغر كيف طريقة التصغير راح اوريكم هي دحية اول ما نوصل للمقاس المطلوب هنعمل صفين تحضيرية قبل ما نبدأ فيه التصغير تمام حوريكم صفين هالتحضيرية هدي كيف بنسويها هنشتغل عدلة اثنين تمام عفوا مو عدلة اثنين هنشتغل عدلة واحدة وبعد كده تناقص تناقص طبعا كيف بنسوي التناقص اللي هو من غرزتين بيكون بغرزة العدلة فبندخل الابر من قدام في الغرزتين كلها مع بعض دي الطريقة نسحب الخيط منه كده بصير عندك التناقص ونحن هنزود غرزة خلاص وهتكمل عدلة لنهاية الصف هذا الصف التحضيري الأول ونحن نحن نكتر كده بصير 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 نحن نكتر من قلنا مرة ثانية عدلة بعدين تناقص نحن نعمل تزايد بعد كده عدلة في كل الغرز عدلة في كل الغرز العدلة في كل الغرز عدلة في كل الغرز عدلة في كل الغرز سنقوم بحضرة لا نقصت نحن نفعل تناقص اثنين غرزتين مع بعض نحن نفعل تزايد لكن عندما نفعل تناقص بعدين تزايد التزايد سوف يلغي التناقص فنضطر نفعل تناقص مرة ثانية ثم نفعل تناقص من غرزتين بهذا الطريق لماذا نفعل التزايد؟ نفعل التزايد لكي نفعل الباترين الفتحات هذه يصبح كما هي موجودة في الجزء الثاني من البطانية لا ينقطع علينا الباترين فهذا الطريق فهذا الطريق سنقوم بعمل عدلة لبقى الصف عدلة لبقى الصف السف هو نفعل التزايد ثم يلقطع علينا العديد من الممكن تخصف البطانية هنشتغل عدلة واحدة بعدين تناقص تزايد وننتناقص ثاني ودحين عدلة لنهاية الصف حين لو تلاحظوا ستبدأ القطعة تنقص شوية شوية حيصير شكلها مربع أكثر من إنها هي مثلثة ترجمة نانسي قنقص 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة